شونو يقولون عنك انه انت شخص امي نعم لا مو بس ببداياتي هم شوفوا مفهوم الكل ان الشخص الامي انه انسان ما يغرى ولا يكتب ولا يفقه شي هذا الشي خطأ طيب هل شونت تزعجك هاي الكلمة لا انا ما تزعجن لكن تزعجن الكلمة نفسه لانه هم مو عارفين معناه اه الاميين هم اللي ما عندهم كتاب الله سبحانه وتعالى في صورة العمران يقول وغل للذين اتوا الكتاب والاميين الاميين اللي ما عندهم كتاب حتى في صورة الجمعة هو الذي بعث بالاميين رسول منهم الاميين اللي ما عندهم كتاب يعني الرسول على الصلاة والسلام هل نقول عنه امي اللي علمنا الغرآن وعلمنا الحكمة ينقل عنه امي يعني ما ما يغرأ ولا ولا يكتب ولا يعرف شيء اعوذ بالله هذا الكلام موجيه اصلا حتى احمد شوغي يقول يا ايها الامي حسبك رتبة بالعلم اندانت بك العلماء هل يقصد ان الرسول عليه الصلاة والسلام امي لا وقبل ما تنزل هذه الآية كانوا والعرب يسمون الراية اللي بالحرب الام لان الجيش دائر ما يدور عليه فكانوا يسمونه الام حتى مكة كانوا يسمونه هم الغرآ ليش لان الغرآ على شكل دائري عليه حتى الرجل اذا يروح المنطقة بعيدة يقولهم انا امي يعني من ام الغرآ ليس اني انا ما عارف شيء امي ولا اكتب ولا اغرأ وانا اشوف ان الانسان اللي اجتهد وتعب على نفسه وطور من نفسه وعرف الحياة وتعلم هذا يمكن افضل من الانسان اللي درس وخذ شهادة لان ممكن هو خذ شهادة علشان يتوظفه وعشان يعيش هذا طلب العلم من دون اي مغابل بعدين الشهادة تثبت لنا انك انت انسان دارس لكن ما تثبت انك انسان فاهم وتعرف اكثر اللي عندهم شهاد يعني خلني يقول ما يعرفون شيء من الحياة اشتركوا في القناة